رفض المجلس الأعلى للقضاء التونسي الأحد قرار رئيس قيس سعيد بحله مؤكدا أنه سيواصل أداء مهمه اتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر الرئيس قيس سعيد بتحريض المواطنين على المجلس والقضاء وجاء ذلك بعد قرار رئيس تونسي حل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أن تلك المؤسسات باتت تخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام هذا وتجمهر المئات من مؤيدين رئيس قيس سعيد أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء فالعاصمة تونس تأييدا لقراره حل المجلس كما تظهر الآلاف من النشطاء وقيادات في أحزاب ومنظمات مدنية بمناسبة ذكرى التاسعة لاغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد عام 2013 اتهامات للقضاء بالتسطر على المتورطين في جريمة اغتيال شكري بالعيد رددها ألاف المتظاهرين المطالبين بكشف حقيقة اغتياله هو ومحمد البراهم عام 2013 مظاهرات استبقها الرئيس سعيد باتهام قضاة بالتلاعب بملف الاغتيالات السياسية معلنا حل المجلس الأعلى للقضاء قرار رئيس الدور البارح أصبح معاش أمال أصبح يقين أنه عن قريب بشتكشف الحقيقة لأنه هي حقيقة واضحة أما ربما بشتكشف شكون وراه اللي كانوا حاتين يديهم على الملف واستعملوا كل وسائل باش لتعلم الملف وما خليوش الحقائق تخرج خاصة الحقائق الطرف السياسي اللي وراه الاغتيال أطلب أننا لم تتغير الكشف عن الحقيقة كاملة من خطط ومن نفذ ومن دبر طبعا ومن أعطى الأوامر ومن مول ومن ساهم لوجستية من بعيد أو من قريب كل المتورطين في جرائم الاغتيالات وغيرها من الجرائم التي مست من الأمن القومي للبلاد يعني لازم حقيقتها معناها يتم الكشف عنها مئة المتظاهرين في ذكر اغتيال المعارض شكري بالعيد تجمهروا أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للتعبير عن تأييدهم لقرار الرئيس عيد بحله ونحن معا إسلاح القضاء ونعتبروا أن القضاء هو الجزء مهم من المشكلة معناها اللي عاشتها تونس في العشرية الأخيرة واللي ما سمحتش بنجاح الانتقال ديمقراطي ولكن بالتبع على المطالبة أنه تسير الإسلاح بطريقة تشاركية وفي رد فعل المجلس الأعلى للقضاء على قرار الرئيس عيد قال رئيسه يوسف مزاخر أن المجلس الأعلى للقضاء سيدافع عن وجوده بكل الطرق القانونية كما أدان بعض القضاءة قرار الرئيس عيد محذرين مما وصفه بمآلات احتكاره لجميع السلطات رئيس جمهورية يمالي سلطة تشريعية سلطة تنفيذية سلطة القضائية بما في ذلك القضاء الدستوري يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية وفقرة الثانية كهو كما يسمح بممارسة الحرية العامة والخاصة بما يتلائم مع النظام العام والصحة العامة والأخلاق الحميدة نقطة وانتهى الدستور حل المجلس الأعلى للقضاء اعتبره مراقبون دفعا في اتجاه نقطة لا عودة في الخلاف بين المؤسسة القضائية والرئاسة يسيما بعد نزول أنصار الرئيس إلى الشارع دعما لقراره التظاهر من أجل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية يتزامن مع قرار الرئيس قيس عيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وهو ما يعده مراقبون تصعيدا في حدة الخلاف السياسي الدائري في البلاد توفيق عائشة الحرة تونس للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من تونس الباحث في شأن السياسي والدستورية دكتور خالد عبيد مرحبا بك دكتور خالد شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة ما هي الدلائل التي يمتلكها قيس سعيد على أن مجلس القضاء الأعلى مرتبط بجهات خارجية هناك شبهات فساد ما هي دلائل سعيد مساء الخير دلاء سعيد بالتأكيد هو يمتلكها بالنظر إلى أنه لديه كل أجهزة الدولة ولديه كل التقارير السرية والوثائق السرية التي تتحوز عليها إما وزارة العدل أو أيضا وزارة الداخلية أو مصالح رئاسة الجمهورية ولذلك بالتأكيد لديه الأدلة التي تبين بطريقة أو بأخرى هذا المنح الذي توجه إليه فيما يخص اتهامه للمجلس الأعلى القضاء بهكذا تهم ولكن على الأقل ما هو ثابت بالنسبة لعموم التونسيين بأن المجلس الأعلى للقضاء فيه الكثير من الهينات صحيح هناك نوع من الخلط باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء هو ليست مهمته النظر في القضايا بل هذه مهمة المحاكم لكن مهمة المجلس الأعلى للقضاء هو النظر في ترقيات ونقل القضاء وأيضا النظر في القرارات التأديبية الخاصة بالقضاء وهذا ما يخول له أن يكون له تأثير كبير وسلطة معنوية كبيرة جدا على القضاء بالنظر إلى أنه يمتلك قرارات نقالهم أي أنهم يصبحون تحت رحمته وأيضا قرارات تأديبهم ولهذا سبب سنفهم لماذا يريد رئيس قيز السعيد بطريقة أو بأخرى أن تكون له يد في هذا المجلس الأعلى للقضاء خاصة وأننا ندرك جيدا أن هذا المجلس ليس مجلسا مستقلا كما يقال بل هو مجلس فيه أو تتنازح فيه الولايات الحزبية والولايات الشخصية أيضا ولكن التوقيت مهم دكتور خالد التوقيت هنا مهم نتحدث عن أن الرئيس قيز السعيد والذي جاء محملا بتاريخا كبيرا فالقانون والدستور الآن يفتح حربا جديدة بعد المناوشات السياسية وأطراف كثيرة وجبهات عديدة الآن التوقيت مهم الآن وهو في فترة القرارات الاستثنائية هل نتساءل عن أمر ما يتعجل الرئيس التونسي بإنجازه قبل انقضاء الفترة المقررة بأن تنتهي هذه الفترة الاستثنائية في البلاد؟ هو بالتأكيد لكن قبل ذلك يجب أن نؤكد أن هذا القرار إنشئنا هو جاء متأخرا كثيرا بالنظر إلى أنه كان ينوي منذ البداية الذهاب إلى حال مجلس الأعلى القضاء ونحن نعرف هذه الاتهامات التي كان يكيلها بين تارة والأخرى إلى مجلس الأعلى القضاء لكن بالتأكيد هو يريد قبل أن يقع إنهاء هذه الحالة الاستثنائية أن يتحوز على موقع قدم مهم داخل التركيبة القضائية لأنه يدرك جيدا أن جزء لبأس به ممن يتحكمون في مفاصل القضاء هم يتبعون بطريقة أو بأخرى بعض الجماعات أو بعض الأحزاب السياسية بالنظر إلى أن وجودهم داخل هذا المجلس هو رهين أو نتيجة لتسكية حدثت في الفترة الماضية والأهم من كل ذلك أن رئيس قيس سعيد هو يدرك أيضا بأن المسألة هي مسألة تنازع شرعيتين وهنا السؤال في هذا التنازع لاحظنا تسمح لي أتفاعل معك أكثر دكتور خالد وفي هذا التنازع لربما انتصر الرئيس التونسي سابقا في نزاعات كثيرة وجفات عديدة خاضها منذ توليه الرئاسة في دقيقة أقل ربما إذا تكرمت أن نجيب على احتمالية أن ينتصر في هذا النزاع الجديد مع المجلس الأعلى للقضاء اعتقادي أن هذا الأمر مرتبط بعدة عوامل داخلية خاصة بالنظر إلى أن المزاج العام للتونسيين هو يؤيد لجزء اللبأس به من التونسيين يؤيد هذا التوجه للرئيس قيس سعيد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء وإن كان ما أعلن عنه البارح الرئيس قيس سعيد هو أعلان نوايا للذهاب إلى الحل لكنه الحل لن يكون حل المجلس ككل بل ربما سيبقي على هذا المجلس لكن يغير تركيباته ويغير مهامه وبعض قوانين الأساسية حتى لا يكون تابعا لجهة أو لأخرى والأهم أيضا من كل هذا أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها وبعض العمليات التي تم ملاحظتها خاصة في مخص القضايا المتعلقة بالإرهاب وبالفساد هي التي أعطت مشروعية لرئيس قيس سعيد لدى جزء اللبأس به من الرأي العام التونسي حتى السياسي منها كي يذهب إلى الأقصى في هذه المسألة بالذات لكن هل أن القضاء سيتمكنون من أن يقفوا أمام رئيس قيس سعيد هذا نتركه لقادم الأيام أشكرك جزيلا دكتور خالد عبيد من تونس الباحث في شأن السياسي ودستوري ترجمة نانسي قنقر